نادي بيرامدز بيرامدز بعت خطابين لنادي الزمالك طلب فيهم قيمة المكافأة المالية المنصوصة عليها في تعاقد الناديين في صفقات نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبدالله السعيد بعد حصول نادي الزمالك على لقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بحسب نادي بيرامدز فخطاب نادي بيرامدز الأول فيه اللايحة وبند تاني وبند تالد وبند رابع للعبين يعني مش عايزة أدخلكم في الحكاية داية المهم أن نادي الزمالك بيطلب أو عفوا نادي بيرامدز بيطلب من نادي الزمالك يعني الرقم اللي منصوص عليه في العادل هو مليون ونصف المليون جنيه المكافئات الخاصة بعمر جابر ومليون ونصف المليون جنيه مكافئات الخاصة بنبيل عماد دونجا بجانب ضريبة القيمة المضافة عشان يبقى إجمال المطلوب في عمر جابر ودونجا تلاتة مليون جنيه وربعمائة وعشرين ألف جنيه دي الحكاية دي الحكاية خطاب تاني باعته بيرامدز أنه وفقا لأحكام الفقرة التانية والتالتة من البند الثالث من عقد انتقال عبدالله السعيد من بيرامدز إلى نادي الزمالك نادي الزمالك بيطالب بضرورة سداد المكافئة المستحقة لنادي بيرامدز بسبب تحقيقه بطولة كأس الكنفضلية وهي مبلغ مليون جنيه مصري دي الحكاية يعني يتكلم في حدود 4 مليون ونصف جنيه بيرامدز عايزهم من نادي الزمالك سهلة أنا جاءت على 4 ونصف في وسط الحاجات الدرورات الكتيرة والحاجات الكتيرة عند نادي الزمالك ينفع تعدي وينفع تمشي بما إنها موجودة في التعاقد يعني طيب